موسيقى اهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشن طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن الاسباب اللي خلت دوتش يتحول من شخص اسطوري الى شخص سيء جدا رح نتكلم عن الاسباب من الالف للياء وليش دوتش يعني صار شخص غريب جدا في نهاية اللعبة وايضا رح اذكر لكم سبب سري جدا فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب اولا في الشابتر الرابع وتحديدا في حفلة مدينة السان دينيس وفيها تقابل وتحصل انجيلو برونتي رجل العصابات الايطالي الثري وفي هذه المهمة انجيلو برونتي يعطي لدوتش بعض المعلومات السرية عن مدينة السان دينيس واحدها انه فيه فلوس ضخمة جدا في محطة عربات النقل ودوتش يعني نوعا ما اعجب بالكلام وعلى طول صدق انجيلو برونتي وفعلا دوتش رح يطبق هذا الكلام وبعد عدة ايام من الحفلة دوتش رح ينادي ارثر و ليني رح يتجهون للمحطة في مدينة السان دينيس وهذا اللي رح يصير هل أنت؟ ها تتجهون ايبوك اتجهون انت لن تلد المبالي في هذه المناتك انت تغرقل إلى صوت المنظر ما هي المقلبية؟ لنجلب للمحطة لنجلب لنفسك لن نعمل بجانب بيش لكن لن نعمل بجانب مستوى لنجلب لتطور ايضا اتجهر جد او الحفل بنا انه يستطيع الواء اوى الى تهدي لنجلب لنقلق لنفسك ونجلب لنفسك لم يجب أن نصل إلى هنا. لا يجب أن نساعدنا. سنرى. سيسرى. مدينة إلى الهدى؟ المنزل المدينة في السوقي. مدينة مدينة. من الأمور هنا؟ تهديان ، أقلت. فقد حصلنا على الكثير من المنزل على هذا المنزل ولكننا لا يستطيع أن نتناولي ويجباً ويجب عليك. مجرد من الأرض؟ مجردنا. فهنا لن تقفل هذا المكان. حبيل، لم يكن أعتقد أن نصل على المسلحات. لا أعلم إنك تعلمونه، لكننا نظرت على الروقت نظرينا نجده بعد ما بشراءين الأولى ونستعدنا لقد نحتاج لدينا برونت قال إنه مكان لديه ساعة ودرس عزيزي هذه مدربة إرتفعوا ايما أخبركم وميزان أحدهم أنزعيني وموزنون لقد أبقى هنا لديتنا لدينا تحصل مزحق لدينا لقد قالنا لقد كان هناك لدينا مزحق لدينا تحصل مزحق لدينا بعض المزحق لدينا حسنًا نحن مضحنا لدينا الكثير من هنا هناك يا تفاعدنا نحن نحن تحصبهم ريشيك يا تفاعدنا تدخلنا يظن انه يبدو لي بحاجة عمليات سوف نفعل شيئا زي ما شفتو طلع كمين مخطط ومدروس بكل بساطة أنجلو برونتي جهز هذا الكمين وضحك وغرر بدتش وطلع حتى ما في 20 دولار على بعضها في هذه المحطة أنجلو برونتي ما اكتفى فقط بكذبة أنه فيه فلوس ضخمة في المحطة بل أنه راح وعلم شرطة الساندينيس وشرطة الساندينيس فعلا ما قصروا وكانوا متواجدين بأعداد ضخمة جدا يعني أنجلو برونتي جهز هذا الكمين عشان يتخلص من دتش ومن آرثر وليني ويعني يتخلص من خطر دتش وعصابته من مدينة الساندينيس وزي ما شفنا أصحابنا ركبوا في هذه العربة بغرض أنهم يهربون من مدينة الساندينيس وفي أثناء العملية هذا اللي رح يصير أعطينا بسرعة 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 المحطة تبعا بسرعة 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 وانقلبت لعدة مرات وفي لقطة جدا مهمة واللي هي لما دوتش كان ماسك راسه ويتألم من راسه طيب خلال هذه المهمة كاملة أرثروا لني راح يسألون دوتش هل أنت بخير كيف أمورك كيف راسك هل تتألم من راسك دوتش كان يقول أنا بخير أنا بخير وزي كذا يعني تحس نوعا ما دوتش أصيب براسه بسبب هذا الحادث طيب في أثناء المهمة دوتش قال أنا أشعر بدوخة وظبابية أنا لا أرى شيء طبعا من كلام دوتش هذا تحس إنه فعلا أصيب بإصابة قوية في راسه واللي نوعا ما يأكد كلامنا راح تكون نهاية هذه المهمة تعالوا نشوف زي ما شفتو دوتش قال أنا أحس إني ماني بخير وحركاته كانت جدا غير طبيعية وكان لابد في مكانه كذا جالس بطريقة غريبة زي ما تشوفون طيب الآن عرفنا وتأكدنا إنه دوتش فعلا أصيب بإصابة في راسه لكن ما نقدر نحددها فعليا يعني الاحتمالات كثيرة على سبيل المثال واحد ممكن تكون صدمة عقلية اثنين ممكن تكون ارتجاج في المخ ثلاثة ممكن يكون نوع من فقدان الذاكرة أربعة ممكن تكون حالة نفسية معينة خمسة ممكن هذه الإصابة تسبب لدوتش التهيج بمعنى إنه يصير يعصب من أي شيء ويعصب من أدفها الأسباب ستة ممكن هذه الإصابة تسبب له فقدان الثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ القرار بكل بساطة إصابات الرأس جدا جدا خطيرة ويعني تغير من شخصية الرجل بشكل كبير جدا طيب صالح اجدخل هذه الإصابة في أحداث اللعبة بكل بساطة يا صاحبي كل أفعال دوتش بعد هذه الإصابة كانت جدا جدا سيئة وكانت مصيرية وكانت يعني نوعا ما أدت إلى هلاك العصابة زي ما تعرفون طيب نقدر نشوف أعراض هذه الصدمة بشكل واضح جدا لما العصابة تضيع في جزيرة قوارما وتحديدا في مهمة لأرثر و دوتش فيها يبحثون عن خافيير سكويلا وفي امرأة كانت تساعدهم في هذا الموضوع تعالوا نشوف سويا تعالوا نشوف سويا حسنًا، إذا كنت أعطي أكثر حسنًا أكثر 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 أعطي أكثر أعطي الآن ماذا؟ ماذا تفعل؟ يا إلهي أكبر أكبر ما كان ذلك؟ أكبر 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 لكنك تقتلها أكبرتنا، أكبر؟ أكبر؟ أكبر 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 التي تصبح اكبرها أكبر 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 أكبرد بأننا أتكبر أكبر الأن، قللنا نذكب؟ أعتقد سبب أجل أعتقد أنني أجب أن أحساب هذا؟ أنا لا أعرف أكبر أكبر أبدا ولكن اصدقى لكم جميعنا نحن 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 اذا كيف تتعلم انها ستعلمنا؟ ماذا تقول؟ انها كانت في عينها و كيف تتعلمنا ولكنك قلت انت تعرف الاسباني اعرف الناس اعرف الناس هل ستتعلمني الان انا افعل ما يمكن زي ما شفتوا دوتش قتل هذه الامرأة وجاء ارثر سألوا ليش قتلتها قال كانت رح تخوننا ارثر قال له كيف عرفت هذا الشي دوتش قال انا اعرف اسباني بعدها بدقائق ارثر مورغن رح يسألوا ويقولوا كيف عرفت انها رح تخوننا دوتش رح يقول من عيونها انا عرفت هذا الشي ومن طريقة مشيها ومن طريقة قيادتها عرفت انها رح تخوننا ارثر مورغن رح يرد ويقول مو انت تقول انك تتكلم اسباني كيف الان من عيونها دوتش رح يغير رأيه للمرة الثالثة ورح يقول انا اعرف اقرأ افكار الناس عارف متأكد انها رح تخوننا يعني في هذه اللقطة نوعا ما تحس ان دوتش فاقد الثقة في نفسه وغير قادر على انه يتخذ قرار بمعنى اخر او من جهة اخرى تحس ان دوتش فعلا فاقد للذاكرة تحس انه كذا فجأة يفقد الذاكرة بعدها يرجع مرة اخرى يعني وضع دوتش بعد الصدمة امر غريب جدا طيب هذا هو السبب الاول والسبب الاقوى اللي خلى دوتش يتغير بهذا الشكل السلبي طيب اكيد في اسباب ثانية على سبيل المثال السبب الثاني اللي خلى دوتش يتغير بهذا الشكل انه ارثر مورغن اصيب بمرض السل يعني دوتش نوعا ما مو قادر يستوعب انه واحد من اغلى واهم الاشخاص اللي عنده واللي له عشرين سنة صديق معاه رح يموت بهذا الشكل وبهذه الطريقة اتوقع هذا السبب يعني غير دوتش بنسبة كبيرة جدا وايضا مرض ارثر مورغن خلى دوتش يوثق في مايكا بيل الحنش وفعلا مايكا بيل غسل مخ دوتش بالكامل ونجح في ذلك وخلى دوتش يعني يقوم بافعال مايكا وليس افعال دوتش الاسطوري ولا احكي لكم عن خوسيا ماثيوز ايضا دوتش زي ما تعرفون خسر ساعده الايمن وساعده الحقيقي وصديقه الصدوق منذ خمسة وعشرين سنة خوسيا ماثيوز وخسره بطريقة بشعة وطريقة جدا جدا سيئة وايضا زي ما تعرفون خوسيا ماثيوز قتل امام اعين دوتش ولا تنسون ايضا ان افعال دوتش كانت السبب الرئيسي في وفاة خوسيا ماثيوز صراحة الامور بدت توضح بشكل كبير جدا يعني دوتش اصيب بهذه الاصابة في الشابتر الرابع ولاحقا من الشابترات خوسيا ماثيوز يموت وارثور مورغين يصيب بمرض السل ويضعف يعني سواعد دوتش واساس دوتش ما هم موجودين حوله خوسيا ماثيوز مات ارثور مورغين بدأ يشوف الحياة بالطريقة الصحيحة فبدأ دوتش يتغير بنسبة 80 درجة ويتحول الى الاسوأ خصوصا بعد ما عين مايكا بيل ساعد الايمن طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم عن اي الاسباب تشوفونها سبب الرئيسي في ان دوتش تحول بشكل سلبي جدا وايضا اذا كان عندكم اسباب اخرى اكتبونا اياها في خانة التعليقات طيب ابكذا اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم دوتش ويعطيكم هيت ويدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة